فراخ المشوية كما يجبها بالجهزة شكلها وطعمها لا يختلف عليها اثنين كلنا نحب الفراخ المشوية ويجب أن تعملها في البيت بس هي الرقع التدبيلة نعمل التدبيلة الصح تخرج معنا الفراخ المشوية ان شاء الله جميلة وزيها زي الجهز بالظبط جميلة فراخ المشوية نضيفها جيدة وفتحها في السدر والوراك بصلة فلفل ملح فلفل بصلة جنزبيل نضيف نصف خل هنخلط خلط ده كله دربة دي كلها في الخلط وهنبدأ نضيفها على الفراخ بتاعتنا زي ما انتم شايفين كده طريقة سهلة وبسيطة بس بتجيب النتيجة معيك جميلة جدا هنبدأ بقى نقلب الخلطة بتاعتنا كده في الفراخ كويس وندخلها في الفتحات اللي احنا فتحينها ونحطها تحت الجلد بتاخد التدبيرها دي كده بتحطيها ساعتين ولو حبيتي ببيتيها قبلها بيوم بتديك طبعا نتيجة افضل بكتير بس هي دي الطريقة سهلة جدا وبسيطة دايما الحاجة طبعا القيمة تبقى تايما انت بتحسيها ان هي صعبة معاكي اوي بس هي بتبقى بسيطة جدا هنجهز هنا شوية رز شعرية طبعا كلنا عارفين رز بالشعرية تعمل ازاي تنسوناش باللايك والشير وتفعيل الجرز والناس اللي لسا مشتركتش في القناة تشترك وتفعيل الجرز عشان يصالها كل جديد هنا يجينا بقى بعد ما التدبيلة اخدت من الملح بتاعها والتوابل بتاعتها هنبدأ نحطها على الشواية لو عندك جريل ممكن تحطيها على الجريل اللي عاجي اه لو عندك ما عندكش جريل ومعندكش شوية ممكن تحطيها في صنية وتدخلها في الفرق المهمة التدبيلة مش مهمة الشوية ازاي ولو حابة تعملي حتة فحمة في الاخر وتحطيها وتغطيها عليها بتديكي نفس ريحة الفحم فمعنا النهاردة الفراخ المشوية على الفحم في البيت بطريقة المطاعم جميلة جدا جربوها هتدعولي